صلاة الله سلام الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه واللئمة المحدثين أما بعد باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مسدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر فذيلة الشيخ المفتي محمد سعيد أحمد ألبال بوري حفظكم الله وأكرمكم في الدارين حدثكم فذيلة الشيخ مفخر الدين رحمه الله تعالى أن فذيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن رحمه الله تعالى ها وحدثكم فذيلة الشيخ عبد الحق العظم يحفظكم الله وأكرمكم في الدارين أن فذيلة الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني أن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدوبند أن الشيخين الجليلين الكريمين أن شيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتو والشيخ العلامة الفقيه العصر رشيد أحمد الجنجوه وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجدد أن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العسيس الدهلوي أن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقش بند قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكرد قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكرد قال قرات على الشيخ أحمد القشاش قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرمل عن الشيخ سكري بن محمد أبي يحيى الأنصار قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن الحجر الأسقلان عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخ عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهربي عن الشيخ عبد الرحمن بن مسفر الداود عن الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخص عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربريم عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا بفيودهم وعلومهم آمين قال حدثنا أحمد بن واشكاب قال حدثنا محمد بن فذيل عن عمارة بن القعقاي أنهبي سرعة أنهبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم حالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر